بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان نلام الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة عقود الجمان في علم المعاني والبيان للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام قال الفقير أي المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره عابد الرحمن هو اسمه عبد الرحمن وأدخل الألف لكن إدخال الألف هنا جائز وغير مفسد للمعنى أيضاً غير مخرج للكلمة عن معناها وقد عرف بنفسه في مقدمة كتابه وهي من سنة المؤلفين وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يعرف بنفسه في الكتب التي يبعث بها إلى الأمم والملوك فكان يكتب في كتبه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان بن فلان وقد قص الله تعالى علينا قصة نبيه سليمان عليه السلام في رسالته التي كتبها إلى أهل اليمن وأنه عرف أيضاً فيها بنفسه فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على البيان أي أحمد الله سبحانه وتعالى أي أذن عليه الحمد هو الثناء بالجميل على البيان أي على نعمة البيان أي على أن أنعم علينا بالبيان والبيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير وقد فضل الله سبحانه وتعالى به الإنسان خلق الإنسان علمه البيان وفي هذا ما يسميه أهل البلاغة براعة استهلال وهي كون الابتداء مناسباً للمقصود فهو سيتكلم عن علوم البلاغة ومن علوم البلاغة البيان وأيضاً البلاغة يناقش فيها أيضاً كذلك البيان بالمعنى اللغوي أي الفصاحة فحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة البيان فقال الحمد لله على البيان وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام أي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي أفضل الصلاة والصلاة الرحمة المقرونة بالتعظيم وأن يسلم والسلام الأمان على النبي يقال النبي ويقال النبي واشتقاقه من النبأ لأنه منبئ عن الله سبحانه وتعالى أي مخبر عنه ويمكن أن يقال في النبي بالياء أنه من نبا ينبو بمعنى ارتفاع أفصح الأنام أي الذي هو أفصح الأنام أي الناس لأنه أفصح العرب والعرب هم أهل الفصاحة من الأمم ولذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى من الجهة التي يتقنون تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا ثم تحداهم بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا ثم تحداهم بسورة من مثله فعجزوا أيضا وذلك لأن هذا هو مجالهم الذي يتقنون البيان والفصاحة وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام وهذه أرجوزة مثل الجمان ضمنتها علم المعاني والبيان قال هذه أرجوزة أي قصيدة على بحر الرجز مثل الجمان أي هي حسنة كالجمان والجمان اسم جنسي جمانة والجمانة القطعة الصغيرة من اللؤلؤ أي هذه أرجوزة في حسنها كقطع اللؤلؤ ضمنتها علم المعاني والبيان ضمنتها جعلت في ضمنها علم المعاني أي سأتكلم فيها على علم المعاني وعلى علم البيان واقتصر على هذين اللفظين هنا المعاني والبيان مع أن البلاغة علومها ثلاثة المعاني والبيان والبدئ وذلك إما لكون علم البديع تابعا للعلمين المتقدمين فهو كالتتمة أو أراد بالبيان ما يشمل علم البيان وعلم البديع فإن البيان قد يطلق على هذين العلمين تغليبا لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللماء قال لخصت أي اختصرت مع حسن العبارة في هذه الأرجوزة التي هي ألفية ما حوى أي جمع التلخيص أراد بالتلخيص كتاب قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المعروف بالخطيب القزويني رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة اللغة العربية ومن أئمة هذا الفن الخطيب القزويني رحمه الله تعالى كان قد لخص القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للإمام يوسف السكاكي يوسف السكاكي كان قد وضع كتابا في آلات العلوم الشرعية سماه مفتاح العلوم وجعله على ثلاث أقسام القسم الأول منه في علم التصريف والقسم الثاني في علم النحو والقسم الثالث في علم البلاغة مع بعض التتمات في علم العروض والقوافي ونحو ذلك فجاء الخطيب القزويني فأخذ القسم الثالث الذي يتعلق بعلم البلاغة ولخصه في كتاب سماه تلخيص المفتاح وتلخيص المفتاح هذا من الكتب التي وضع الله لها القبول وسارت بها الركبان في مشارك الأرض ومغاربها وأصبح واسطة العقد في علم البلاغة فالناس بعده ما بين شارح له أو ناظم أو محش عليه فهو في هذا العلم بمنزلة مثلا مقدمة بن الصلاح في علم المصطلح والفية بن مالك في علم النهو فجاء الإمام السيطي رحمه الله تعالى فنظم هذا الكتاب في هذا النظم الذي بين أيدينا الذي هو عقود الجمال فقال لخصت أي اختصرت مع حسن عبارة فيها ما حوى التلخيص يعني أنه جمع فيها ما حوى أي جمع كتاب التلخيص للخطيب القزويني مع ضم زيادات كأمثال اللماء أي مع أني ضممت أيضا إلى ما جاء به الخطيب زيادات لم يأتي بها الخطيب وهي حسنة مضيئة كأمثال اللمع جمع لمعة للمضيء اللامع ثم هذه الزيادات التي ذكر أنه زادها على أصله منها ما يميزه بقلت كقوله قلت ووصف من بديع حرر شيخي وشيخه الإمام حيدرة وكقوله قلت والاستغراق لكن سكت عنه إلى آخر ذلك فقد ميز زياداته بقلت في مواضع كثيرة وبعض هذه الزيادات لم يميزها بقلت ولكنه نبه عليها في شرحه لكتابه ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد وضم ما فرقه للمشبه والله ربي أسأل النفع به وأن يزكي عملي ويعرضى عن سوئه وأن ينيلن الرضا وفي رواية وأن ينيلن الرضا بين هنا الزيادات التي جاء بها بين أنواع الزيادات التي جاء بها على أصله فمنها ما هو إصلاح لمن تقد على الأصل أي في بعض المواضع انتقد الشراح وأهل العلم بعض المباحث أو المسائل التي جاء بها الخطيب القزويني وناقشوه فيها فأعرضت عن تلك الأشياء المنتقدة وعدلت إلى ما هو الصواب فأثبته ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء جمع شيء لها يعتمد لها أي عليها اللام هنا بمعنى على على حد قول الله تعالى ويخرون للأذقان أي على الأذقان أي وذكرت الأشياء المعتمدة التي يقع عليها الاعتماد وضم ما فرقه للمشبه والله ربي أسأل النفع به يعني أنه من تصرفاته في هذا الكتاب أنه ربما قدم أو أخر رعاية للمناسبة فبعض المباحث مثلا تكون بينها صلة ظاهرة ويفرق بينها المؤلف في الأصل ويرى الإمام السيطي رحمه الله تعالى أن حقها أن تذكر في موضع معين للمناسبة ففي هذه الحال مثلا يعدل الإمام السيطي رحمه الله تعالى عن ترتيب الأصل ويذكر المسألة في الموضع الذي هو أنسب لها فيقدم ويؤخر للمناسبة وذلك كقوله في خاتمة كتاب القصر ووضع ذي هنا تم صنعا أي هذه المسألة وضعها في هذا الموضع أحسن من وضعها في الموضع الذي وضعها المؤلف فيه والله ربي أسأل النفع به يقول وأسأل الله ربي أن نفع بهذا الكتاب أن ينفع الناس بهذا الكتاب وأن ينفعني أيضا بهذا الكتاب وقدم المعمول هنا في قوله والله لإفادة الحصر أي أسأل الله تعالى وحده لا غيره أن ينفعني وأن ينفع غيري بهذا الكتاب وأن يزكي عملي ويعرضا عن سوئه وأن ينيلني الرضا أي وأسأله تعالى أن يزكي عملي بأن يبارك فيه وأن ينفعني ويعرضا أن يصفح عن ما ساء من عملي فيغفره ويستره وأن ينيلني الرضا أي أن يرضى عني سبحانه وتعالى وقوله أن يزكي عملي قدر النصب هنا على الفعل المضارع المعتل بالياء ضرورة من المقرر فعل من نحو أن الفعل المضارع إذا كان معتلا بالواوي أو الياء فإنه يظهر عليه النصب بالفتحة الظاهرة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أن يهديه فهنا ظهر الفتح ظهر النصب بالفتحة ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لن ندعو وسمع أيضا تقدير هذا النصب في ضرورة الشعر فمن ذلك مثلا في الياء الذي هو بين أيدينا وأن يزكي قول حندج بن أبي حندج في ليل صول تناها العرض والطول كأنما ليله بالليل موصول في ليل صول تناها العرض والطول كأنما ليله بالليل موصول ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن من من داره صول ما أقدر الله أن يدني كان ينبغي أن يقول أن يدني ولكنه قدر النصب لضرورة الشعر ومنه في دواوي قول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل أرجو وآمل أن تدنو ومنه أيضا قول عامر بن الطفيل وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي مرماها بمنكبي ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اشتركوا في القناة